تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجي يكون مني أنا محمد عوان حلقة اليوم مختلفة عن قصة كل جمعة حلقة اليوم بدي أحكي فيها بشكل عام عن ثلاث مواسم أنا بتجربتي في الرياضة كمتابع أو صحفي مستحيل أنسها هي ثلاث مواسم جزري مورينيو مع ريال مدريد اللي أنا بعتبرها قمة الهوس في الرياضة العالمية في منطقتنا وأعتقد في العالم كله اللي أنا بعتبرها قمة التفاعل على السوشيال ميديا بسبب هذا الرجل اللي كانت شخصيته غريبة عجيبة بتلك الفترة وطاقته لا تنتهي جزري مورينيو بعد ما فاز مع الانترب الثلاثية ذهب حامل روحه على كفته لإسبانيا لأنه ذهب ليواجه فريق خارق للغاية وبرشلونة مع لاعبين خارقين ومدرب مميز جدا هو أجوارديولا والمطلوب تجيب ألقاب مش المطلوب تجيب ابني 3-4 سنين فالمطلوب تروح تجيب لقب فورا وهذا الشيء كان صعب جدا ومهمة خطيرة للغاية وضعت مسيرة مورينيو على البحك من أول لحظة دخل فيها خصوصا بعد ما سقط 5-0 مع برشلونة ومن هون بدأ الجنون خسر خمسة الناس انتهى الزلم هاد لازم يروح طلع حكف المؤتمر الصحفي بكل بساطة المدريدي لما يخسر بروح يتدرب أما الفاشل بروح يبكي وتاني يوم أمر اللاعبين كلهم يطلعوا في الشوارع وبالسوق وبكده وانزلوا على المولات وعيشوا مع الناس ما بدنا نحسس الناس انه نهدينا نتيجة الخماسية من هون بدأ الناس تفهم انه مورينيو مختلف هحكي لكم قصص كثير يعملها كل اسبوع كل مؤتمر صحفي كل قصة مورينيو فيش قصة بيخلق قصة الإعلام كان متنعم بجزء مورينيو مثلا يوما ما استبعت بدروليون من مباراة في دور الأبطال فالصحافة الإسبانية بتعرفوا لعب إسباني وموهوب ولاعب مدرب برتغالي شالوا يلا نهجب دولهم شو مالكم هو زيدان ولا ماردونا وفعليا كان يعني انتقاد صدمهم فيه قالهم لا زيدان ولا ماردونا فليش بيسألوني عنه لعب صغير لسه وكمان مورينيو جاب واحد قال سمان ناطق الرسمي باسمه اسمه إليادو براميس هذا كان جليل أدب حرفيا لمستوى أن يوما ما قال عن دانيل ألفس أنه الإحمار لما تلبسه نظارة بيظل إحمار يعني كان هذا الرجل جليل أدب لعدما إدارة ريال مدريد طلبت من مورينيو يسكته وفي بوسم 2011-2012 فاز ريال مدريد على فالانسيا 3 واحد طبعا تذكروا مورينيو مع فالانسيا كان كثير يزمهم بسهولة لكن واحدة منها فاز عليهم 3 واحد وراح احتفل قفز على ظهر كاليخون فجمهور فالانسيا زعل وإدارة فالانسيا زعلت نررش زعلانين لازم تنبسطوا أني بحتفل هيك ضدكم لما أغلبكم دليل أني معتبر هذا الفوز مهم وفي إحدى المباريات بين إشبيرا وريال مدريد أربيلوا في الشوط الأول ظلوا رايح حجوم سبع ثمان مرات طالع لقدامه وأربيلوا دي فاعل فبين الشوطين لما دخل أربيلوا كان يتوقع أنه مورينيو يقول له شكرا عن حماس قال له والله ما عرفتك يا كافو ومرة من المرات كان عم بيلعب مع دورتموند في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وسوط الجمهور وصخب وكذا ومش عارف يوص المعلومات لأوزيل فليقي حل بسيط نادى لاعب من دورتموند اسمه شميلزر قال له معلش تقول لأوزيل يقدم شوي لقدام لما يستلم الكرة وبعدين يطلق يمر فهذا لك اللاعب انصدم فمعرف شو يسوي راح حكى لأوزيل إلا مواقف خارجة عن النص وسيئة وأشهرها وانه لما وضع أصبع في عين الراحل تيتو بيلانوفا ومن المواقف اللي ما تنسى أيضا مع أوزيل كانت مباراة مع دورتيفو أوزيل دخل بدي وري حاله بقعرف في مرر تأميرات جميلة بين الشطين طلع ودخل كاكة فأوزيل قال له شو بتعمل قال له تتفكر حالك تمرر تأميرتين جميلات وتقدم 50% من عطاءك هذه هي كرة القدم حطه على جنب وفعليا حتى رامو استوتر ودخل في ذلك اللقاء لابس قميص أوزيل تحت قميصه وكأنه كان يخطط لو سجل يحتفل بقميص أوزيل لكن ما سجل راموس ويوما ما غضب من كازيس في غرفة تغيير الملابس نتيجة كثرة تسريبات التشكيلة اللي كان متهم فيها الحارس الإسباني مسك زجاجة مي ضربها جنب كازيس وقال لو أنا فيتنام وفي حرب والجند اللي جنبي بخونني أنا أول واحد بمسك الرشاش وبكتله وكان يقصد حرفيا إنه لعيبة ريال مدريد لازم يثوره على كازيس وينزلوه من مكانته المقدسة لأنه الرجل عم يثبت عليه حسب اعتقاد مورينيو أكثر من مرة تسريب الأخبار لصحيفة ماركة تحديدا ووصلت الأمور معا إنه يقاعد أسطورة ريال مدريد كازيس احتياطيا لعيون حارس شاب اسمه آدان الله يعينه كان في أول مباراة نزل أمام ملقة وخسر الفريق بثلاث أهداف مقابل هدفين كازيس كان عندك ومورينيو قال بكل بساطة أنا بختار الحارس اللي بشوفه أفضل ومورينيو ما ما لقيش إشي يوما ما يتمشكل معاه بسنة 2012-2013 تمشكل مع مدرب فريق كاستيا واتدخل في شغله صار يقولي أخي أنا هذا فريق شباب وناشئين ليش بلعبوا معاه لعيبي 24-25 سنة وعننا لعبين جيدين زي خزير ودريقز مش عم بيلعب وبالعبوا بدالوا اتنين أكبر منه بسبع ثمان سنين مورينيو كان يدخل بكل شي في ريال مدريد مورينيو اصطدم بالمدير الرياضي فالدانو وأقجبر بيريز على إدارة ريال مدريد تجيب له مهاجم هو نيستر روي وكان طبعا شبه معتزل فطلع قال والله ما شاء الله سيجيبوا لي مهاجم شعره أبيض ولما فاز بكأس ملك إسبانيا على غوارديولا 1-0 في طلع غوارديولا انتقت قرار إلغاء هدف الهدف كان فعلا مش صحيح لبرشلولا فطلع مورينيو قال وصلنا الآن إلى مرحلة جديدة في كرة القدم مرحلة فيها المدرب بينتقد القرار الصحيح مش القرار الخاطئ أهلا وسهلا في هذا النوع الجديد من المدربين الإعلام الإسباني وقتها كان نشيط كمية الفيديوهات التسريبات الأخبار التقارير اللقطات كانت تلت سنين لا تنسى بشانك أنا أعمل لك قصة جمعة يعني حتى وأنا بتذكر القصص بحس حالي أخي نشيط زي زمان أيامها يعني يوم بتذكر مع مان سيتي في موسم الثالث قبل مباراة مان سيتي قال ليس لديه فريق راح فريقه قلب النتيجة على مان سيتي وهزمه ثلاثة اثنين قال الآن لديه فريقه في تلك المباراة أجلس راموس احتياطي ودفع بفاران أساسي وكانه بوصل رسالة لراموس وكازيست كنتوا تصدموا معي ما بلعبكم وإله مقول من أول يوم جاء ريال مدريد قال رونالدو ما حقق شي كريستان رونالدو كان جايب كرة ذهبية كان جايب دور أبطال أوروبا قال ما حقق شي اللي زي رونالدو لازم يكون في الصفحة الأولى من كتب التاريخ وفعلا صدق مورينيو رونالدو طرع البوتنشلتا وكثير أكبر من مجرد كرة ذهبية واحدة أو لقب دور أبطال أوروبا وطبعا كرويف في فترة من الفترات 2010-2012 كان يظل يكتب بقلات ويتكلم عن أهمية الأكاديميات وأهمية لماسيا وإدارة ريال مدريد بتجيب العيد من بره وهذا الشيء مصح هو إحنا برشلونة اللي منجيب العيد من جوه طلع مورينيو ومع مورينيو عنده مشكلة عميقة جدا مع كرويف لاعتقاده الشخصي إنه كرويف هو اللي منعه يدرب برشلونة يوما ما فطلع تقلم قال والله أنا في مدرب يعجبني هذا يحقق نجاح كبير مع فريق برشلونة اللي يسمي دريم تيم وحققه بلاعبة الأكاديمية روماريو ستويتشكوف لاودروب كومن كانوا ناشئين ما شاء الله عنه يعني وكان طبعا يسخر إنه فعليا فريق كرويف اللي جاب دور أبطال أوروبا معظم لعبته كانوا نجوم كبار جابهم وحطهم في الفريق أيام هاو كنا في الموقع نشتغل في موقع اسمه EDMC Sports صار اسمه سوبر لاحقا كنا نحط اتنين يغطوا مؤتمر صحفي مورينيو يشتغلوا عليه اتنين يرقبوا مورينيو في المباراة الواحدة شو بيعمل شو بيسوي يا أخي كانت رند كان شي عظيم كانت طاقة للإعلام رهيبة آه فيه تنافس كرويف حتى الآن جميل بس ما إجا واحد زي ثلاث سنين مورينيو في ريال مدريد واحد يوقف كل الإعلام بس يراقب شو بيعمل هذه بالنسبة إلي ثلاث سنين اللي معاشهم إعلاميا في التغطيات في المتابعات بالدخول بالجو لمستوى إلي صديق لما طلع مورينيو من ريال مدريد قال لي أخي أنا كنت متوتر على الفاضل هذا كان موتر لي في ريال مدريد وأنا كنت متشنج في كرة القدم وفعلاً انتقل الموضوع للإعلامي وللمشجع وتوتر رهيب والناس يتذبح بعض وبالسوشيال ميديا أنا يوماً ما وسط الأمور وواحد ولا ناس ياسمه حتى الحمد لله الناس ياسمه زور رسائل بيني وبينه وكذا وإنه خلص قال لي بحمرينيو يعني تخيلوا الناس كانت تنجن الناس كانت تنجن ثلث سنين لا تنسى في كرة القدم حبيت أحطكم بصورتها خصوصاً اللي ما لحقوها أطلبوا في التعليقات قصة جمعة جاي كنت معكم أنا محمد عوادي اشتركوا بقناة سيرفيسبورد والسلام عليكم ورحمة الله